أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل دلوقتي نقود حضراتكم نروح محافظة الشرقية نتابع بقى عملية تطعيم المدرسين قبل بدء العام الدراسي الجديد وكمان تطعيم المسافرين عرف تفاصيل أكتر مع زميلنا كريم بيبرس الموجود هناك صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير يا شازلي صباح الخير على كل المصريين فعلا دا احنا فتابعة مستمرة لعمليات التطعيم الخاصة بالمسافرين بالخارج والمدرسين اللي لازم يتم تطعيمهم إجباري قبل بدء العام الدراسي الجديد يمكن هنا محافظة الشرقية من المحافظات الهامة والكبرى كمان بالنسبة للمحافظات سواء في المساحة أو أعداد كمان المدرسين والمسافرين تفاصيل بقى أكتر عن التنسيقات الخاصة باستقبال بقى المدرسين واستقبال المسافرين بالخارج تطعيمهم الإجراءات اللي بيقدموا عليها محتاجين إيه عشان يقدموا الوقت كل التفاصيل دي الأماكن كمان اللي ممكن يروحوها سعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية عشان يكلمنا أكتر طبعا تفاصيل عن التطايمات صباح الخير يا فندم صباح الخير على حضرتك ربنا خليك فندم عايزين نتكلم على فكرة أعداد بقى المدرسين إزاي بيتم تنسيق تطعيم أعداد المدرسين هل بنروح لهم لحد عندهم هل في صارت متنقلة ولا هما بنضطرين يروحوا للمدريات ده أول سؤال بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة بس يعني كل اللي حب نوه عنه أن عندنا يعني خطة ممنهجة لتطعيم الفئات المستهدفة زي ما حضرتك عرفت لو رجعت بحضرتك وره شوية أول منزل اللقاح كان الفرق المستهدفة هي الفريق الطب اللي بيقدم الخدمة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ثم توسعنا في الجزئية دي للمواطنين بعد كده كنا دخلين على امتحانات السنوية العامة والإعدادي وما شابه طبعا عملنا حصر بيننا وبين وزارة التربية والتعليم على مستوى الوزارة طبعا جالنا المستهدف اللي المفترض هيروح اللي جان لامتحانات السنوية العامة ده بدأنا فيه قبل السنوية العامة ما تبتدي بحوالي كان شهرين خلاص وخلصنا كل اللي كانوا راحين للجان السنوية العامة النهاردة بقى المستهدف جميع العاملين بالتربية والتعليم والمصالح الحكومية كلها خلاص ومن سن 18 فيما فوق ربنا يدي الناس الصحة والعافية والعمر الطويل يعني النهاردة شغالين مع التربية والتعليم شغالين مع التعليم العالي النهاردة الفرق عندي موجودة في جامعة الزئزيق بقالها أكتر من 3-4 أيام الحقيقة طبعا نظرا لأن العدد كله بقى مستهدف احنا هنا في الشرقية تقريبا التربية والتعليم هيكونوا حوالي 130 ألف لأنه بقى المدرسين والكتبة والعملين كله حتى الأمن الخاص بتاعهم لو موجود عندهم أمن خاص احنا هنطعاموا وان شاء الله قبل العام الدراسي الجديد احنا ما بنخلهمش يتنقلهم بالعكس أنا كان يمكن فيه هاتفيا قبل حضرتك على طول ما تدخل معي هوا كان كنت على تليفون مع الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بننصك على طول باستمرار كل يوم الصبح الفرق بتتحرك ازاي عندنا في السنوية العسكرية موجودين السنوية بنات موجودين مبارح كنا في غزالة يعني كل مدرسة احنا بنروح وكل مدير إدارة تعليمية على مستوى المراكز بننصك مع مدير الإدارة الصحية في نفس المركز عشان استهداف العدد اللي موجود عنده إذن دكتور ريشام هي عيادات متنقلة بتتحرك لحد عندهم مش بيضطر يجو المدرية الخاصة بالمحافظة دي نقطة هامة طيب نقدر نقول وصلنا نسبة كام تقريبا من يعني حالك قلت رقم الخاص بالأعداد المدرسين والأمن كمان الخاص بالمدارس طيب وصلنا لحد كام في المية تقريبا من الأعداد وهل هم فيه إجراءات معينة من تسجيل بيقوموا به ولا على أي أساس بيتمت يعني أعطائهم اللقاء إحنا متفقين سواء أن في الموظف أي كان أو المواطن هيسجل على الموقع بتاع الوزارة هتجيله كود نمبر الكود نمبر ده اللي هو العشرين رقم ده التربية والتعليم مجهز لي حد آي تي قاعد عنده بياخد هذه الأرقام بالرقم القومي بالرقم الهاتف يعمل لي إكسل شيت ويقول لي أنا النهاردة مستهدف عندي في المدرسة الفلانية مثلا تلتمية أنا باخد العدد ده من الطعوم بروح أخلصه وباخد الإكسل شيت وأكد أنا بقى للمواطنين اللي موجودين أو الموظفين أيا كان نوع المواطن اللي أنا بتعمل معاه سواء هو موظف أو مواطن عادي موجود خلاص فكده بنسهل على نفسنا عملية التطعيم وفي وقته قصير في نفس الوقت بابقى مسجله على السيستم عشان ما يتهش مني وديله الشهادة بتاعته دكتور رشام مسعود وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية شكرا جزيلا على هذه المعلومات وزي ما شفنا مع بعض هي إذن إجراءات بيتم اتباعها سواء من المواطنين أو من طبعا أعضاء هيئة التدريس المتواجدين في المدارس المختلفة كمان بنتكلم على أن العربات متنقلة بتروح حد عندهم مش بيضطروا هما يتوجهوا للمدريات ولكن طبعا بعد التسجيل كمان هنا بيستقبلوا في المدرية الصحة هنا بحافظة الشرقية في الزائزي بسأمر كمان المسافرين الخارج اللي يقدروا يجوا بداية من تسعة صباحا حتى تسعة مسائعا عشان يطعموا التطعيمات الخاصة بالسفر وكمان ياخدوا شهادة الكيو أر كود وده متواصل طوال أيام الأسبوع حتى الجمعة والسبت وده أهم من لدينا هنا محافظة الشرقية ولا أنا أعود لكم مرة كل شكر لك يا كريم كريم بيبرس مرسلنا من محافظة الشرقية طبعا وشكر موصول لضيفك دكتور هشام أسعود وجيل وزارة الصحة بالمحافظة شكرا جزيلا لك